كتاب جمع الجوامح ننادي السفر في الإمام تجد الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة منذها مئة مصنف كتاب جمع الجوامح ذاير الروج ذاير الروج أم القرآن ذاير الرجل بحريش انتموسني ذاير الشرعيث اسمس أصول الفقه الإسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس رقم 59 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامح لتاج الدين السبكي ساقط مليلي ثاير ذايرا 69 ما قبل الأخيرة ما زال يوم المجلسي 25 من مليليث أنفوك إن شاء الله شرح كتاب جمع الجوامح وثاير ذاير رقم 60 أتسلي ميرض ربي يوم واحد مارس ميرض ربي سبحانه إن شاء الله تعالى في الدرس بوسا إذا كانت مسألة اختلفة في التقليد في أصول الدين انتبهوا جيدا جمع الجوامع في أصول الدين أو في أصول فقه أين كنت نشرحش عليه؟ ذا شو الموديل؟ ذا شو المادة؟ في جواب صحيح ولكن أثور هذه الضرفة في أصول الدين يعني في فصل الموضوع إكشم ذي الموضوع إذا حكمة بالغة حكمة بالغة لم ينتبه إليها الكثير من أهل العلم أخذ دي خدم جمع الجوامع أما كنت ننسى خلاصة زوها مئة كتاب في الأصول سورة قلت ذي ثيلة قبل الخاتم أرنا في نهاية الكتاب السابع تحت عنوان في الإجتهات وكذا الكتابان جارو اللي هو في الإجتهات أي غرتدير لسبابين السبب الأول يريد أن يجمع بين الأصلين بين أصول الفقه وأصول الدين هذه الخرجاء المصنف أراد أن يجمع بين الأصلين بين أصول الفقه وأصول الدين يعني ما يتعلق بالإيمان والعقائد وكذا السبب الثاني السبب والسندة شوث يهضرت في الإجتهات الإجتهات الكتاب السادس في التعادل والتراجيح ومبعدين كتاب السابع في الإجتهات يهضرت شروط المجتهدي لأخي لأخيره السؤال هل يمكن الإجتهات في أصول الدين في الإيمان في العقائد ويكون هذا نظر باللي أقوى شرط من شروط الإيمان الإيمان بالغيب آمن بالله نومن صرب يلوي ثوالا نومن سننبي بالأنبياء أكلم نومن سلجنة والنار سلجنة سلجنة نومن نومن يكل إيماني أكمل صفة في المؤمن أن يؤمن بالغيب مصدقا لله وللصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إينا دربي إينا دنفي نومن يكفى ووال لا نشتهد لا نعمق النظر ولا شيء الآية الأولى لصورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بعد الدس وأن يقيم الصلاة إلى آخر ولكن إزورد الإيمان بالغيب الآن نكمل أشو دينا مسألة اختلفة في التقليد في أصول الدين التقليد في فروع الدين نظرت في الأس في الحلقات اللي فاته الإجتهاد هل يجوز الإنسان أنه يقلد يقلد إماما يقلد مذهبا قال مذهب مالكي مذهب شافعي مذهب حنبالي مذهب حنفي إلى آخر هل شرط لازم الإمام الإنسان حينما يصل يعرف الأدلة بالتفصيل في مجرد لا يوجد الشرط نعلم أنه لا يوجد طبيب يقول أنه لا يذهب إلى الطبيب الطبيب يتعلم الوصول بعد أن يقوم الأردنانس لا ويقوم في هذه المتحدة ويقوم الأردنانس خاطئ أكد يفك مباشرة أكد يفك الأردنانس هذا 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 يكفى نفس شيء في الفقه وفي أمور الإيمان والعقيدة سنفكد الدليل ثلان في بعض المسائل معقدة جدا دقيقة جدا هل يشترط من الناس جميع معرفة الدليل حتى ولو أفته بالدليل هل يستطيع أن يفهم الدليل إشكال لذلك في كد سؤال إنه يختلف في التقليد في أصول الدين يعني في أمور العقائد والإيمان في الآخرة شو دينا إن دفل يجزم عقده معنى المهمة ذسع اليقين الذي لا يشبه شك لا تشبه شائبة إسعى اليقين ولو حصل هذا اليقين بغير دليل مسألة مهمة ولو حصل هذا اليقين بغير دليل ما هو الشرط المهم شو دينا المصنف فليجزم عقده يعني الشخص المكلف بأن العالم محدث وله صانع هذا ظرف ندم بل يكوين ديخ القرب بالكون يكو أما ذي كنوان ما ذا قور ذي طيش ذي ثيران ذا ذل ضيور ذا ذا الفحور ذا ذرار ذا نكون عالم البشر نكون عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة كل العوالم خالقها الله أيها نكون قال سوات الفتيحة الحمد لله رب العالمين فلا وحد ويضعك عوالم عوالم هناك ما نعلم هناك ما نجهل مثلا في سورة ياسين الآية سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بش ذي قيم دايما علم الإنسان يكفي فليجزم عقده أي المكلف بأن العالم محدث محدث معنى أحدثه من العدم إلى عدم ثم جاء إلى الدنيا نكون البشر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كليون ديون 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 من ميد ديون ديون مثلا برمي جنفي من نفس كارون لم يكن شيئا مذكورا ورسل مدان ورسل عجسام ورسل الوجود ولا شيئ لذلك هذا العالم كله محدث يقول المصنف فليجزم عقده بأن العالم محدث وله صانع إشارة إلى صورة النبل الآية 88 صنع الله الذي الذي أتقن كل شيء صنع الله لذلك ذي الألفاظ لنت بعض الألفاظ تجوز في حق الله هذا مثلا الصانع سعى الدليل هذا الآية الآية 88 من صورة النبل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبر بما تفعل نغد نغد نظر مثلا الخالق إلى آخر ولكن ويشف يحن ترى بعض الصاد مثلا الله هو العاقل ويشف يحن هو السخي لذلك بعض الناس في مسائل الإيمان والعقائد سعى الظرو الظرو هو وحذيق يلقى الظرو وثني ولقى ربما يتعدي في اللسم الله هو العاقل هو السخي ما ما تقول هذا الصفات ما تشير حظي لسيك خاطئ لنت نقول لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ربي وصف دي ما نس لذلك بين الخلافي والسلافي حتى الآيات الموهمة بالتشبيه أثارت إشكال كبير إشكالا كبيرا الرحمن على العرش استوى أسئلة طرحت طرحت عبر العصور سيزي الله كيف استوى الله الرحمن على العرش استوى آمه كيف آمه استوى يدو الله فوق أيديهم أفوص ربي كيف أفوص ربث نوض ولكن إسكال ما جنظ أفوص نغامك تصبر لحكم يا ربك فإنك بأعيننا توسط يونا فإنك خمضك ثيطيك فلاس أغفل لا ثيطيك فلاس أستجو تغاوس بعد ثيطيك فلاس حسيث أربي ندف إنك بأعيننا يعني كيف لذلك السلف والخلف السلف إنك نؤمن بهذه الصفات بالتفويض نفوض أمرها إلى الله بلا تأويل ولا تجسيد ولا مكاش ولكن الخلف نعم نؤمن بهذه الصفات كما هي كما أراد الله ولكن لنلحق في التأويل ماركين يد الله فوق أيديهم عند الخلف معنى قدرة الله ذي القدران سيد يا ربي القدران سيد يا ربي أدنظ فإن فصف الله حك يا ربك فإنك بأعيننا يعني في عنايتنا قلك ذي العناية الرب لن يكون قصد قبيلت العناية الرب العناية السمض زما سمض الشفاع العناية السين dispos intimidated ذي العناية الفلان ثلث aide Nation الشفاع الشفاع هذه الدو ours ولا ذي الأخر ذي لاخر سورة دي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولتأخذه سيرة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ثلث شفاعة الشفاعة أول شفاعة هو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى ولكن نكري ذا ثلث شفاعة أموتي في كربي ونمي في غنسة إلا بإذنه سعن الشهداء سعن الشفاعة الأنبياء أويض سعن الشفاعة الصالحين سعن الشفاعة أنوي خطر سيدة ربي الله أعلم أدنوغال مم ذا المادة اللغوية ذا الشفاعة عقد الشفاعة الشفاعة لا يولا ذا الزنزة فرقا سيدة شفاعة وايض شبا سيدة شفاعة ذا الزنزة خامس سيدة شفاعة وهكذا لذلك ذا شو دنان نحن نكون أول التأويل ممكن ولكن في حدود الوحي أين في اسمع شرع وله صانع وهو الله الواحد والواحد الشيء الذي لا ينقسم أربيون مساء الإيمانية جزا الله ذكرها بخلاصة مركزة جدا بعد شدينا ولا يشبه بوجه ولقال سنخذ مش فيها ربي بلا تجسيد ولا تشبيه ولا تجسيم عند السلف ولا تأويل ولكن عند الخلف مع التأويل ولا يشبه بوجه ورث الزمير دارة أتشبه سيد علينا صيف لنا ربك في كالو الأوصف نسيد يا ربي إنه سبحان ربي لا يدرك بالحواس ينر الزمير في سريح ينر الزمير في ولي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ينر الزمير في السام الحواس النقل والصوذ تارس سبحان ربي سبحان كلمة تعظيم إذا وردت يأتي بعدها شيء عظيم كقوله تعالى سبحان الذي أسر بعبده ليلا شيء عظيم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سمك المدينة سمك المذة للأقصى الجريح فلسطين يروح سبحان الأربك زمرا ما يجلس القدرة يسنتسا هو أسري به ولم يسري بنفسه أسري به سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذاك ذكرها في البداية أنه سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس لا يدرك بالحواس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يختمث الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقرف سورة الإخلاص ولم يكن له كوفوا أحد ولم يكن له كوف أنا حد سورة الإخلاص قل هو الله أحد أشهدين المصنف وهو الله الواحد والواحد الشيء الذي لا ينقسب قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كوف أنا حد إذن ولا يشبه بوجه والله تعالى قديم لابتداء لوجوده خطر مديني قديم إذا قلت استبعديه في الصورة إذا ما دين حاجة تقديمت المعنى يسولى شيء تسم بعد السعيات تسم بعد التغل تقديمت ولكن الله قديم سيصفة ينس ولكن لابتداء لوجوده وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق ذاكي مسألة مهمة جدا هناك من قال لا تختلف الحقائق ولكن تختلف الصفات فقط وهناك من قال أن حقيقة الله لا ليس له مثيل لقوله ليس لها مثيل لقوله تعالى دائما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تعالى قديم لابتداء لوجوده وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وبعدين قال المحققون مباشرة أشهديننا ليست معلومة الآن هل الحقيقة ذات الإلهية ليست معلومة الآن نكوني آمن بالله لصفاته ولكن لا أحد منا يعرف حقيقته يعرف حقيقته مسألة في العقائد فيها تفصيل دقيق عميق جدا قال المحققون إفكار لسانتة 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 ذنب قرآن الممنين أري والين ربي سبحانه ذي الجنس ثق نعمة ما بعدها نعمة هل يمكن علمها في الآخرة وبعدين ذا فيه تفاصيل كثيرة عند العلماء وعند أهل السنة والجماعة تثبت هذه الرؤية في الجنة للمؤمنين طبعا من الأدلة الموضوع كما قلت وشمار للتفاصيل العقدية لأن الموضوع الأصلي هو موضوع أصول فقه ولكن سجزي ربيس الخير تاج الدين السبكي إفغاد يجمع بين أصول الفقه وأصول الدين إفكار قبل الخاتمة في نهاية الكتاب السابع لهو الاجتهاد إفذرث مسالقين أصول الدين لم يزل وحده ولا زمان ولا مكان ولا قطر ولا أوان إشارة إلى ما يقول العلماء كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلي ما يكون مسائل عقيدة العقائد الهانت ولكن بكل صراحة وعرنت وعرنت يزمر بلد ما ذي الشض فو الشضاء ذو قحري شيء سهل يا أخ فو الشضاء سهل أما يذكر الصباح كنت يتفجري أديف إسمي رجل لا أسمي وعرسطون بلي وعرسطون بلي وعرسطون بلي وعرسطون بلي سهل تشضاء سهل لذلك الناس ليس مطالبون بشارسين دقائق لأمراك سلما شدين وعرسطون بلي وعرسطون بلي وعرسطون بلي تشضر بلي ربيون تفرأ السنة الجنة الله جهنم الله الأنبياء الآن زيد الآخر الثلاء عذاب القبر الله مون كروا نكري الله أرنو دين تفقد أن تسع اليقين الملائكة يغلد والله فانسي الدوح وراء زور الملائكة سبب هل بلك الإيمان حامق جدا ملكونا نجه المجال أنرح الطريق النظم بين قوسين العلمية أتظر مطوش ضريلين لذلك الإيمان ستسمعون كلام شدين ولو يشبه بوجه والله تعالى قديم لابتداء لوجوده وحقيقة تعالى مخالفة لسائل الحقائق ذلك اختلف العلماء هل تختلف الحقائق بين الخالق والمخلوق أم تتفق الحقائق وتختلف الأوصاف ذلك موديول باب مقرم ليح أم بعد رؤية الله هل تثبت ليست معلومة الآن عن البشر في دار الدنيا واختلف هل يمكن علمها في الآخرة ذلك إشارة لهذا الوجود وقولنا موجود لم يكن مسبوقا بعدم لم يكن مسبوقا بعدم لا شيء لا يمكن حذيري يونس دفعو ولقي الزايم ليح لذلك العلماء والأيما ذكرنا شو شو ومشورا بلقي رحمن على العرش استوى كيف استوى ربك وكذا إهضرت إنسى الله عز وجل استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لأن الله تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون تفرعوا حز ثم أحدث هذا العالم ربي خلق دوك الدوني ثاقي الكوناقي من غير احتياج إليه رب ريح وجر دي خلقه جنوان لفحور دي خلقه ذورا خاطئ ولو شاء ما اخترعه لك أن يفعله ولا شاوك الدوني ثاقي ولا شاوكي نكوني ولا شاوكي نكوني ونسمي ليرا ساقي ذي جامع الشيخ الحداد لأعزاز قا تزيوز ولكن بعدما يستيغى يبدل الآية فعال لما يريد فعال صورة البروج الآية 16 يبدو دقل الاليسة كمثلي شيء صورة الصورة الآية 11 لاش فعال لما يريد لا بذي تصبر ربي تضبر إذن أمر الله سير أشو دينا القدر خيره وثمره خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور هذه اللغة هل يفهمها الناس بسهولة لذلك نحو وجدنا القرآن أنفهم كل شيء يلا هذا صديقه علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور وقدرته لكل مقدور إنسكني الله على كل شيء قدير إن الله كان بكل شيء عليم بكل شيء عليم لذلك العلماء والمحققون إن دلمساء لك العقيدة إنساني القرآن والسنة ستفهم الله مباشرة أكيد لأن التفاصيل تحتاج إلى نظر تحتاج إلى عمق نظر وتحتاج إلى بحث ولكن عسيماني حذركان أكتظر ما كنتظر بحامدين الغزالي أكتظر يعني كما تحتاج إلى نظر أو أظن كما تحتاج إلى الشيك كما تحتاج إلى الشيك بعد ذلك قال الله إيمان العجائز فعال لما يريد ليس كمثله شيء القدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم إشارة إلى علمه المحيط سجدنا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون وكيف كان يكون وبعد إنه علمه شامل لكل معلوم جزئيات وكليات وقدرته لكل مقدور بعد شو دينا ما علم أنه يكون أراده وما لا فلا أين في غرب ذي ضرون أذيلي أذيلي أين في غرب أريد سيلي يلا أريد سيلي يلا ها شو دينا ما علم أنه يكون أراده أين ذي ضرار ربي أذيلي يفغى سيدي ربي لاد وما لا فلا هذا طرح إشكال كبير عند المهتخصصين هذا السؤال هل إرادة الله ركزوا معي هل إرادة الله تابعة لعلمه أم لأمره الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى عشر سوايح أدعو هذا السؤال يحوج عشر سوايح لكي أتفهم بنات هل إرادة الله تابعة لعلمه وعلمه مطلق أم لأمره وأمره للنفاذ بدليل سورة ياسين الآية الثنين وثمانين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لذلك المعتزل أكذ أهل السنة في خلاف المعتزل النند إرادة الله تابعة لأمره وأهل السنة والجماع النند إرادة الله تابعة لعلمه هذا هو العنوان والتفاصيل انتهيذ ذا خل ولكن سيفر يخسد كنك بهذه السهولة أسفارك رب إذا دمى علم أنه يكون أراده وما لا فلا لمنهجك تبق علم الأصول تبقي ذي لماذا ضبط تاج الدين سبك مسائل العقائد رغم تعقودها بهذا الشكل لأنه استثمر قواعد الأصول مهم يسخدم المنهج تطبيق في أصول الدين سيكون مازال سلم بعد مساء النظر الأسماء والصفات إذا لم يزل بأسمائه وصفات ذاته أكيد يسعى الأسماء الحسنى والصفات العولى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لماذا سميت أسماء الله حسنى لأن كل اسم يحمل في ذاته صفة مثلا الله القيوم القيوم ما معنى القيوم معنى يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره أربوه يحواجه ما ذنك نحن هل طار نساء الصفة القيوم مزمير أغيرك الأكسجين نروح نحواجه إلى مقويمات نحواجه الأكسجين الهواء الأكسجين أن تنفس نحواجه الماء أمان نحواجه الغذاء نحواجه اللبسة نحواجه أول سيخدم نحواجه ويس حريك دين غوليس لماذا في البروغرامي يريد البروغرامي واحد هذا لا يحفظ إذا كان أغيرك الفاربة في البروغرامي كوني أغيرك ويأتي 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 24 كيف ماذا كل 24 ساعة تخمضك تخمضك أمر لكن قرر سمر الوقي أمر لأني أدري أدري بعد 24 ساعة إلى قد أستعيوض هذا لماذا تسلسم لا تسلسم لا تسلس لا تسلس سبحان الله لذلك نشغل ذم القرآن الأسماء والصفات يلا أنزور كنتك القيوم يقوم بنفسه وليحتاج إلى غيره لا تفهم يلا الحي كيف حي وانتحي ولكن حياتنا مؤقتة حياته مؤبدة مخلف الوارث ربه هو الوارث ولكن الحقار حبس أتوارث مكان سيسا زكا أتوارث ثام مورث نغط زم مورث أدي سوى ستدجم ويتسج سيوى أفري ندر بفي صورة الحديد الآية 19 ولله ميراث السماوات والأرض يلا نقعد جنوان كل شيء سيساهم يلا نقعد إيمانا مسائل الإيمان مليع جدا ولكن لم يزل بأسمائه وصفات ذاته وصفات لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة أو التنزيه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقى ذا أشار إلى عقيدة الأشعارية ولم يذكرهم الأشاعرة إذا كان قماما الصباح لكي نهضر في المسال تجد إذا لم يزل يونز في المسال ها وكين فني أشعري أقول دي رحص العقاد مدفذر الاسم سات كي قنع ما يفذر الاسم سات خدم الله كما يقول صحاب العاصم يدعيها بطريدو شفيق زيك زيك يعني مدينة زيك في السنة تابيبري ثلاثة وثمانين أربعة وثمانين أقبل في السنة ثلاثة وثمانين أقوى ثلاثة وثمانين يفذر كل حديث عن الاقتصاد الإسلامي وهو المليح يونم يخدم هذه الجامعة الوقت أني دراسات ماركس كارل ماركس لينين مش عارفه وكذا ما يعير اسماليا هو يقوى ووال يخدم مبادئ قوية جدا في مجال الإنتاج ومجال التوزيع ومجال الإنفاق ويخدم العدل في المعاملات في العقود وكذا بعدين نتشى ديني من قواني ثوالا مكو لأنه يساك إلهام ولا شوية نقشن بعدين يكتب دكسر إسلام إنه وجد إسلام إنه وجد ديني في البداية بلد الإسلام طبعا يقصد وقال يقصد يعني ما عثق هذا الكلام يقطع يحذف لأنه لا معنى له من يخذ كلام فقط بشي نبين صورة تكي ثوالا لم يدكو الأشاعرها وهي الصفات التي ذكرها الأشاعرها هذه ما دل عليه فعله هي صفات واجبة من قدرة وعلم وحياة وإرادة أو التنزيه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء المجموع خمسة زي ضربة يسوي تسعة فقط لدي إشارة إلى الأشاعر بعدين شو دينا وما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى بعدين وينزه عند سماع المشكل ننتبه إنه وما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى ظاهر المعنى نفوض معناها الله سبحانه وتعالى وكيفية الله سبحانه وتعالى سويد من غرى مثلا رب سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يد الله فوق أيديهم الرحمن على العرش استوى وهناك في الأحاديث أيضا ما ذكر في حق الله تعالى إنه يعتقد ظاهر المعنى ونشمل ذي الغموق نظي الكيفيات لدينا الفرق بين الخلف والسلف ستسمعوني كلما في هذا الباب وبعدين ما ذكرنا وينزه عند سماع المشكل ما ذكرنا المشكلة ما المقصود يبقى ذلك الآية مثلا الآية سجدنا رحمن على العرش استوى سورة طه الآية الخامسة ويبقى وجه ربك سورة الرحمن الآية سبع وعشرين ولتصنع على عين طه تسعة وثلاثين يد الله فوق أيديهم سورة الفتح الآية العاشرة نترك أمرها إلى الله سبحانه وتعالى نفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك والنادل جواب لإمام مالك إمام ضل الهجرة حينما السؤل عن الاستواء لناسا الاستواء معلوم معلوم مدام ربي ناد الرحمن وعلى العرش استوى استوى الاستواء معلوم هذا يعود لكين شوية باش نشوفوه الاستواء معلوم والكيف مجهول الكيف الكيفيات نحن معاشر البشر يرنغ أن الضر كيفيات لمانير لميته دامي ما لكن مع ربي سبحانه ولا لا الاستواء معلوم الكيف مجهول والسؤال عنه بدعات والإيمان به واجب علش واجب لأنه ورد في نصص الكتاب والسنة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلغ إلى آخر ما تعلمون وبعدين لدي السلف يفوضون السعان التفويض الخلف من أهل السنة والجماعة يؤولون ولكن يؤولون التأويل المناسب اللائق بالله جل جلاله الذي لا يقضح لا في إسمائه ولا في صفاته العلا مردين يد الله فوق أيديه مش قر نؤوله لقدرة الله لقدرة نسيذي ربي فإنك بأعيننا يعني لعنية نسيذي ربي حماية الله رعاية الله إلى آخره فهذه مقبولة وبعدين في الآخر قال العلماء مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم فروا حدث هذا مذهب السلف أسلم سلام تام ومذهب الخلف أحكم اجتهدوا في فهمي هذه النصوص الموهمة بالتشبية ولكن في كناسة التأويل اللائق بالله جل جلاله أشو دين المصنف ثم اختلف إمتنا أن أول أم نفور منزهين مع اتفاقهم شوف مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح الحمد لله يعني جهلونا بالتفاصيل هذا لا يقدح في إيماننا ولا في عقيداتنا لا يقدح معناه ولاش المظرة ولاش ولاش المظرة خطر لك نيوان أديني للمظرة أي كن صفية قد نذيغ أنظر في الأدلة وأبحث وأتعمق ما خطر فيك هذه أمور عقادية ثوري كن دينيغ الصفة العالية الغالية هي الإيمان بالغيب ألف لان ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بعد شو ديننا القرآن كلامه أشار إلى فكرة خلق القرآن كذا والفتنة كذران ذي الزمان الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند إفكد الحواسم الحاسمات الجازمات القرآن كلامه كلام الله لذلك تعريف القرآن أول حاجة تقول هكا القرآن الكريم هو أولا هو كلام الله تمييز له عن كلام الأنبياء عن كلام الملائكة عن كلام البشر وكلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنفذ العربي المنقين بالتواطر المكتب بالمصاحف المتعبد بتلاوة إلى أن يقول المبدوء بصورة الفاتحة والمكتوب بصورة الناس وقال تعريف الجامع المانع بكل القيود والحدود للقرآن الكريم إن القرآن كلامه مكتوب في مصاحفنا محفظ في صدورنا فهو محفظ في الصدور قبل الصدور بحفظ الله إن نحن نزلنا الذكرى وإن الله هو لحافظ القرآن كلامه مكتوب في مصاحفنا محفظ في صدورنا مقرؤ بألسنتنا يثيب على الطاعة يعني يربي يثيب على الطاعة يشمثوا هذه الطاعات والقربات وإن يخذ من الطاعة سيد يا رب سيفك ثواب سيفك لاجر ويعاقبوه هذا يعاقبوه أين يا عصان وإن كمشي دينا ويعاقبو إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية بمعنى إشاء إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء صورة النساء الآية 48 سوى الشرك وهو من أكبر الكبائر وإنها غير مقبول تماما أما الباقي الذنوب والمعاصي عادي أذي يثوف بالنسبة لكن رب سيسمح هل بل كم لأن وقال دي قرن مرتكب الكبيرة كافر ما سألك العقيدة وعرانت كان يقولك مرتكب الكبيرة يعتبر كافر اسمه وعران وزيد الأحكام النظم ولكن كني العقيدة الصحيحة لا مش شرك نعم يونس روح هل سيخدم الشرك يا ربي صورة البقرة الآيتان 255-256 الأولى هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ألم إلى آية 56 لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم يصام لها إلى آخر الآية لذلك ولكن توبثل بدليل أرجى آية في القرآن ما هي تخاطب العوصات الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أربادي قال لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله المهم الشرك لا الآية واضحة صورة النساء الآية 48 تجدين سبكي إنه يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية ما عد الشرك المعصية يغفرها بعد شو دينا يراه المؤمنون يوم القيامة ها إفكايا غد ما استقر عند أهل السنة والجماعة يبدو الدليل الدليل دينا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة في صورة القيامة الآية 22 وحديث أبي هريرة الصحيح شو دينا قال فإنكم طارونه كذلك إزمرتوا يوديني الحديث في حديث المعراج نور إني أراه نغنور أنا أراه ذا قلنا كش مارثة كذا قلنا أنطول أنقيم كان قويني قلان قويني يكتبغ ذا كيبا شو يتفقارا لا يتشعب الحديث ذا شو دينا تجدون سبكي عن الله جل جل وهنا يراه المؤمنون يوم القيامة الآية وجوه يومئذ ناظرة وسعى الإشارة إلى ربها ناظرة صورة القيامة الآية 22 وحديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث فإنكم طارونه كذلك نسأل الله أن نكون منهم بعدين شو دينا أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات الباهيرات كلها في أمور العقائدة والإيمانيات ربي شقعد يمشق عن يعني المساجين يمشق عن يدي شقعد سيدنا ربي يفكي يسند المعجزات سيدنا عيسى ما هي المعجزة سيدنا عيسى الباهيرات والمعجزة التي لا مثيلة لها مخالفة للمعتاد مع التحدي كما سيأتي البيان إذن أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات الباهيرات والقرآن الكريم هو آخر معجزة وهي المعجزة الخالدة سيدنا موسى ينورتي والا نمريس ولاشت فالغم سيدنا صالح فلا ينورتي والا سيدنا عيسى أحيى الأموات يمسح أيها اسم المسيح وينها لأنني أموث أن يمسح عليها أذكر ولكن بإذن الله هناك معجزات مادية أيد الله بها أنبياءه ورسوله بشا ذمنا سيدنا موسى من إيوستاوكوست قصته مع السحرة سحرة فرعون ظهر أمامي وإذا القصة نظنك ذو البحر فرعون ذو العسكريس ننس إنا لمدركون وقذلني إذا سكت سيدنا موسى نسوطف ذو فرعون ذو العسكريس الرزاث ذو البحر نموث نموث القرآن يحكى ذهما شاهد ساقي ننس إنا لمدركون إنا لمدركون سيدنا موسى كما قال القرآن إن يسكلا إن معي ربي سيهدين إلا ربي ذي ومعادي ربي ومريث استعكوا استخدوا ما كأغل البحر البحر يغال ذا فريدا الخير الربح سيدنا موسى ذا الممين عدان يسد فرعون يقول العسكريس وغالا آية لكل الناس ولكل الطواغيت وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين خصه به اكتمل الدين صورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ينكمال ونذا صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث خرجه الإمام مسلم حديث صحيح يناد وأرسلت إلى الخلق أجمعين أكن دوسل أي دوسل الحديث وأرسلت إلى الخلق أجمعين وربي ناد ذي صورة الأنبياء الآية مئة وسبعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نقول الحمد لله رب العالمين من هم العالمون عالم الإنس عالم الجن عالم عالم كل العوالم ما نعلم وما لا نعلم هذا وخص محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين أم بعد ذي شو ديننا المفضل على جميع العالمين وبعده يعني في التفضيل الأنبياء ثم الملائكة هذه كلها مباحثة في علم العقيدة في الإيمان ولكن الأفضل حتف إصلاح نقول الإيمان لأنه وردت كلمة الإيمان مع الشهادة ثاني مبحث آخر لكي لا نشوش يا الله ذلك تلاحظون كل ما ديننا الإيمان دين العقيدة ولكن يا ليت نهضر في الإيمان في الإيمانيات اختر موضوع العقيدة معلش المفضل على جميع العالمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذي التفضيل وبعده الأنبياء هذا سنة الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام بعد ذاقي والدن من المعجزة إنات عرفها والمعجزة أمر خارق للعادة ذاقي المعجزة سيدنا إبراهيم الخالي ذاقي المعجزة ثمسط النية ثواته تصر غارا أي غر ثمسط سعى عنصر الإشراق وعنصر الإحراق وهذا الكلام لا تضوي لا تضوي تتفض هناك منطق ربي أرغو رسي ناس قولنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سلب منها عنصر الإحراق وطرك لها عنصر الإشراق إكسسين السرغاين ورغار سيدنا إبراهيم يجثف عنصر الإشراق زيد أربنا سبرد وسلاما إبراهيم سلاما سيكون سيكون أرغو سيكون مثل سميض بردا لا إنه سلاما هناك ثغة سوال ثغة سوال يسيد يا ربي وإنه خاطئ لا إبراهيم إنه يغسر خاطئ ثغة سوال الضحر يغسوال هنا يغسر موسى أو المؤمنين هذا يغسر الشغليس ثورة ما شو نساء يسم إبراهيم ذي 26 سنة يا إبراهيم خاطئ إبراهيم وإنه كان فقط إبراهيم الخليل ذاقي المقصود المعجزة أمر خارق للعادة خارق للعادة أو المعجزة دي ظران الأنبياء خارقة للعادة ما شو مألوفة والفنتار والفنتار الغشان تسوالين ولكن ومقرون بالتحدي أيها القرآن الكريم معجزة خالدة ما شو المعجزة المادية التي أيد الله بها رسوله أمنا بها ولكن القرآن معجزة خالدة زراميغر ربي دينا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير فهو المعجزة الخالدة ومقرون بالتحدي إذن هذه المعجزة مقرونها بالتحدي مع عدم المعارض إلى آخره تعريف المعجزة أصوليا وبعدها شو دينا يكمل والإيمان تصديق القلب الإيمان هذا هو الإيمان النووي أيضا قال هذا الكلام طبعا تجدين سبكي حرش يخذ مئة كتاب بعدها هدية هدية إنه سأجمع لكم بين أصول الفقه وأصول الدين ولكن بقواعد أصولية للضبط والإمكان والإحكام بشو تصد ما روك العرقار وفريد الإيمان نووي نده ولقي ويا إنك الإيمان حقيقة الإيمان تصديق بالقلب إقرار باللسان تطبيق بالجوارح والأركان حقيقة الإيمان الإيمان هذا يقول ودين تقصيسي لس وديفان هذه الطاعة لعبارة المشغورة لا لا إلاقة كروايون براتيكو إلاقة كريلي تصديق بالقلب ألف با إقرار باللسان تقصي هذا المؤمن ما يسمي ديون تجديد لا إلهي الله محمد رسول الله وتطبيق بالجوارح والأركان رمضان تظلي زكاة الحيش إلى آخر لازم ديفا هذا هو والإيمان تصديق القلب شو دينا بعد ولا يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين لذلك ما ديكش من الإسلام ما ديش هذا يا ديني أشهد أن لا إلي الله وأشهد أن محمد رسول الله وجقرس عقد الإيمان أثن دي الآية متل ستو خمسين من صورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات فمن يكفر بالطاغوت تسوي لا إله ويؤمن بالله تسوي إلا الله إذن فلا إله إلا الله موجود في هذه الآية لا إله إلا الله نفي وإثبات فمن يكفر بالطاغوت تسوي لا إله ويؤمن بالله تسوي إلا الله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقال في صاملة الناد المسلم يلا يلا أشهد والإسلام أعمال الجوارح ولا يعتبر إلا مع الإيمان إذا ما تخدم الإصلاح وكذا ولكن لق الإيمان أيغر فمن كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبدة ربه أحدا بعد الإيمان تأتي بعد الأوامر تعالى الإسلام يعني التي تقوم بها الجوارح وبعد الجوارح هذا إلى القلب جارحة واليد جارحة القلب يتوكل واليد تعمل القلوب تتوكل والأياد تعمل ولا تعتبر إلا مع الإيمان والإحسان يغالى الإحسان أن تعبد الله كأنك طراه فإن لم تكن طراه فإنه يرىك يبث نص الحديث حديث جبريل حديث يبث ما معنى الإيمان إن يسأل أن تعبد الله كأنك طراه أو ضرب ما تسوالي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار والفسق لا يزل الإيمان إشارة إلى ما قلنا آنفا ما يقول مرتكب الكبير يسلب منه الإيمان وبكين يحكم عليه بالكفر وكذا خاطئ والفسق لا يزل الإيمان والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة أثنى تحت مشيئة الله إن كنا نحن نحن ما نحن 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 هناك هناك أتفضل عبد الظلم الظلم هذا هذا الشظ وهذا ظلم ما نحن يحكم على الناس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إذن ما هذا اليون خمسين سنوار الظلرة لا تحكم بكفره خطير هذا الكلام خطير إذن ما ذي أذي ثوب ميكبو ثلاثة وخمسين سنة أسيع فوربي ودرة ربي كلش عندك شيني أو الناس حكي مضف اللاس إذن يغلي إذن كربا دي قال الهداية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله كذلك كنتم من قبل كنتم عصاة كنتم كنتم فمن الله عليكم ميكبض الأذن اسمي سيثيد أن تعبد الله كأنك طره فإن لم تكن طره فإنه يراك والفسق لا يزيل الإيمان والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة بعدها شو دينا إما أن يعاقب ثم يدخل الجنة وإما أن يسامح بمجرد فضل الله هذا ربي إذ مر سيافو إذ مر أثي عاقب أربي عفو يشفو يرفو ثقيا كل أنت ذين مي إقارة ابن عطالله السكنداري إن دلا كبيرة إذا قابلك فضله إما أن يعاقب ثم يدخل الجنة وإما أن يسامح بمجرد فضل الله أو مع الشفاعة الخيث لا الشفاعة سبحان الله الشفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها شو دينا وأول شافعين وأولاه حبيب الله محمد المصطفى محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح المتفق عليه الناد أنا أول شافعين وأول مشفع ذنسى الشافع المذنبين صاحب الشفاع الكبرى وذي صورة البقرة الآية مئتين وخمسة وخمسين سيدي ربي ناد من ذا الذي يشفع إلا بإذنه الشفاع سيدي ربي نكمل ولا يموت أحد إلا بأجاله هذا يضغط الغلجل من ميف من ميف فكل جل أدى سلمث ربي ندو ولكل أجال كتاب وإذا جاء أجالهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون الموت حق صورة القاف الآية الصعطاش وجاءت سكرة الموت بالحق ولا يموت أحد إلا بأجله والنفس باقية بعد موت البدن يا أخي أذركوا أخصوا ما قد يركوا ولكن الروح خاطئ بسيطة ساثارة بسيطة ساثارة بعد ما يكمل الناس ستسأل عن الروح يا أذرها ليس الروح أشو دينا إن دوى حقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم أشيقار وغضيها لا يعرف حقيقة الروح أمشي الروحي أو دلسكان أو دلرادة أو دين تفغير لحظات خروج الروح الله رب يكزران أنبث للروح ولم للمؤتمرات الأطباء العلماء موت الدماغ وموت كذلك ذا غيون بورذام قرآن دين تلاغسين النظام ان دايزمران بالكذكين سينلزارغاني ان يظهر ماذا في المرحلة ان دايغر ثورة الظريط هي لقى نقيم مش حال الوقت نقيم من بعد ديس طبيب ثم ساعة ساعةً تتصبه ثم ساعة 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 المهم الحقيقة الروح ديها ضررر إشارة إلى قوله تعالى في صورة الإسراء الآية 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سبحان الله هذه دوسة الآيات كم كان لدينا الروح وَمَا أُوْتِيْتُمْ باش العبد وفي فغير العقل ستمسنيس أحينيك إلا وين محدود ألا ربك سعى العلم المطلق يندوى فوق كل ذي علم عالم نعم مسألة الروح بعد مدنة والنفس باقية بعد موت البدن ثم يقول وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الآية ويسألك عن الروح قل للروح من أمر رب وما أوتتم العلم إلا قليلا بعد شغل دينا يكون كوني فتمسك عنها حبس وراك رايح ولا يا غرب أتشف مضي الموضوع عاقي إيهوية كيم زور استقسام يسد الجواب يا سيد يا ربي إذن فتمسك عنها أتشف مضي الموضوع عاقي بعد إنها ضرت في الأولية ها ثنذغ بس ألذغ مسائل مهمة ومسائل خلافية ها شو دينا وكرامات الأولياء حق دينا دينا فأخذ فسمع هو وطبق أمره يا ساري الجبل الجبل إذن إنا دو كرامة الأولياء حق شو دينا بعد ولا نكفر أحدا من أهل القبلة لا نكفر أحدا من أهل القبلة ونعتقد أن عذاب القبر هذا في بعض المساعدة العقدية الإيمانية ونعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير والحشر والصراط والميزان حق خلاصات المدينة ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم خليفته يعني أبو بكر صديق فأبو بكر خليفته فعمر فعثمان فعلي ومراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وبراءة عائشة رضي الله عنها من كل ما قذفت به بريئة براءة الله عز وجل ونمسك عما جرى بين الصحابة يا شباب ونمسك عما جرى بين الصحابة بل يا مسلمين خطموا جل الجميع ونمسك عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأن أسماء الله توقيفية أي بتوقيف الشرع وما تصوره العقل وبعدين مسألة إذا خيرا منطقية فلسفية عميقة إند وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن هذه ممكن ثلاثة أمور ثلاثة للصناف إما واجب إما ممتنع أو ممكن لأن ذاته ذات المتصور يعني إما أن تقتضي وجوده في الخارج وهو الواجب أو عدمه وهو الممتنع أو لا تقتضي شيئا وهو الممكن يدخل في دائرة الإمكان أولي ولداء أولي ولداء موقع ما الحمد لله ما سصر استغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله